هل تستمتع بقراءة سير القادة الفاتحين هل تفتخر حين تتصفح تاريخنا المجيد الحافلة بقصص الأبطال المجاهدين فمنهم الأمير الشهيد أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حبه وما أحب صلى الله عليه وسلم إلا طيبا خطف وهو صغير وبيع عبا فاشتري لخديجه ووهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك قبل البعثة فلما جاءه أبوه وعمه يطلبانه خيره النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهما فاختاره عليهما فكافأه بأن تبناه فكان يدعى زيد بن محمد ثم حرم التبني بعد ذلك أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن زوجه زينب بنت جحش بنت عمته أميمة ولكنه طلقها فزوجها الله نبيه صلى الله عليه وسلم لحكمة إلهية وهي إبطال الحرج الذي كان يتحرجه أهل الجاهلية من أن يتزوج الرجل من تزوجه ابنه بالتبني فلما أبطله الله بالقول إذ قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم أكد إبطاله بالفعل حتى لا يبقى أدنى أثر من الحرج فقيض الله سبحانه بحكمته البالغة أن يقع ذلك من أفضل الناس وهو النبي صلى الله عليه وسلم ليطمئن المسلمون إلى ذلك الحكم الإلهي ولا يكون في قلوبهم حرج منه فقال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ولم يسم الله تعالى في كتابه صحابيا باسمه إلا زيد بن حارثة أمره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤته وأثنى عليه بجدارته بالقيادة فقال مدافعا عن ابنه أسامة إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل ويم الله إن كان لخليقا للإمارة وقالت عائشة رضي الله عنها ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم ولو بقي بعده استخلفا كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال فيه وفي ابنه أسامة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده وهو من المبشرين بالجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم دفعت إلى الجنة فاستقبلتني جارية فقلت لمن أنت يا جارية فقالت لزيد بن حارثة استشهد زيد رضي الله عنه في غزوة مؤتة وهو أول الأمراء الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في جماد الأولى سنة ثمان من الهجرة وهو ابن خمس وخمسين سنة رضي الله عنه وأرضاه